وسلم تسقيما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عنه لبيته تهيبين الطاهرين وأزواجه الطهرات همهات المؤمنين وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عنهم وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين القبول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نتعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم وإن المغذوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فأرادوا به كيدا فاجعلناه الأسفلين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين كذلك لنعرف عنه السوء والفحش إنه من عبادنا المخلصين آمين فوقاه الله سيئات ما مكروا ما هم ببالغه فقد استمسك بالعروة الوفقى لهم في صهم لها والله سميع علي وسنقول له من أمرنا يسرى أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة لا قدرة لهم على إيصال السوء إلينا بحال من الأحوال يا واسع الغفران اغفر لنا وارحمنا وتبع علينا يا تواب وقدمنا إلى ما عملوا من أمن فادعلناه هباء منثورا وذلك جزاء الظالمين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين له معظمات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وإنا له لمافظون إنه لذو حظ عظيم وإن له عندنا لذلفة وحسن مآب أعداؤنا لا يصله إلينا من نفس ولا بالواسطة لا قدرة لهم على إيصال سوء إلينا بحال من الأحوان لا إله إلا الله يا حنان يا منان يا واسع الغفان اغفر لنا وارحمنا وتعالينا يا تواب وصب عليهم ربك صوت عذاب وتقطعت بهم الأحباب جود ما هناك مهزوم من الأحزاب ودعنا نورا يمشي به في الناس فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا إليه وقلنا عيش لله ما هذا بشرا إن هذا إلي من أنكرين قالوا تالله لقد أترك الله علينا إن الله استطاعه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم شاكرا لأنه به اجتباه أبنا من صراط مستقيم وآتاه الله الملك ورفعناه وكان غنيا وقربناه نجيا وكان عنا به مغضيا وسلام عليه يوم أولدا ويوم يموت ويوم يبعث حيا أهداؤنا من يصل إلينا سلام الواسطة لا قدرة له ولا إصالس إلينا بحال من الأحوال لا قدرة له لا قدرة له لا قدرة له يا واسع الغفران يوح بالله والعناء وتبعى لنا يا توان وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض دميعا ما ألت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم هم العيو فأعبوا فأعبوا الله كلما أوقلونا بأطفال الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا برقب من الله سينالهم غضب من ربه وذلة في الحياة الدنيا وإذا أرانا الله بقوم سوءا فلا مرد له خاشعة أمصرهم ترهم في الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الله فأيته خاشعة متصدعا من خشية الله فلا تبتئس بما كانوا يعملون ولا تكفي غير مما يعملون فإما نذهبن بك فإنا منهم متقمون إنا كفيناك المستهزين فسلام لك من أشحاب اليمين أقبل ولا تخف إنك من الآمنين لا تخف نجوت من القوم الظالمين لا تخف ذلك ولا ترشى لا تخف إني لا يقوم لي المرسلون لا تخف ولا ترحسن لا تخاف إنني معكما أسفر وأرى لا تخف إنك أنت الأعلى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ودي الحبيب إذا أخرجانه لم يكد يراها وأذل الله على علم وختم على سمعه وقلبه ودعنا على قصره إذ شاوة ليضوفه مآل الأمر ولا يقوم الممر الصيء إلا بآكله وخشعت الأصوات للرحمن فلن يضرك شيئا إنا تنفي عليك فأولا فقليا فاصبر لحكم ربك فاصبر صبعا جميلا ولولا أن تمثناك لقد كرت تركن إليه شيئا فليلا فأعرض عنهم وترك على الله ونفى بالله وكيلا أليس الله بكاف عدنا ومن أصدق من الله حيلا ويوصى الله قصر العزيلا أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة لا قدرة لهم على إيصال السوء إلينا بحال من الأكوال يا عمان يا ممان يا واسع الغصران اغذلنا وارحلنا أعدوا علينا يا توال والله أشد باسا وشد تنكيلا وذلك جزاء الظالمين إنك اليوم لدينا مكين أمين ورفعنا لك ذكرا وألقيت علي مهمة مني إني صفيتك على الناس برسالتي وبكلامي إني جاعلك للناس إماما إنا فتحنا لك فتحا مبينة أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة لا قدرة له ولا إيصال السوء إلينا بحال من الأكوال يا عمان يا ممان يا واسع الغصران اغذلنا وارحلنا واجب علينا يا توال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصرهم غشرة ذهم الله بنورهم وجاءهم في قلوبات الأنسون سمقكم غشرة سمقكم غشرة فهم لا يرجعون كبتوا كما كبت الذين في قبلهم فآشيناهم فهم لا يبصرون إنا جعلنا في أعناقهم أخذنا وإلى الأمان فهم مأمون ولقد آجيناك سبعا من المطاق والقرآن العظيم أولئك الذين طبعوا وضعوا على قلوبهم وفسعهم ومشارهم وأولئك هم الغافلون ومن أغله من منذ ذكر بأيان ربه ثم عارب عنها إنا من المجرمين متقمون إنا جعلنا على قلوبهم أكنا أن يومه وفي آبادهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وعدا ولوا على قلوبهم نكورا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا أفرأيت من اتفد إله هواه وفضله الله على عم وختم على صمعه وقلوبه ودعنا على قصره من شاوه عليهم دارة السوء وغضب عليهم وأشبه لا يرأي ما سبقهم دمر الله عليهم ثم عموا منهم منهم والله أركثهم بمواسبوا وذلك جزاء الظالمين ومن يتق الله ويجعل له مخرجا ويرضبه من حيث لا يعتسب ومن يترك على الله فهو عزم فإذا قرأت القرآن فالسعب بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدوك سلطانا نصيرا قل إنني هدى لي ربي إلى شراط مستقيم إن معي ربي سيهدين عسى ربي أن يهدني سعى أبي إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني بتاوي للأحاديم فاقر السماعة والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وأرققني بالصالحين هو ما كان ميتا فأحيينا وادعلنا له نورا يمشي به في الناس وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وضبت أعداء ونصرنا على القوم الكافرين الذين قال لهم الناس إن الناس قل جمعوا لهم فأخفوه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 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 لعم المولى ونعم النصير فانقلبوا ببعمة من الله الفقر لم يمسسهم سوء قل غير الله اتخذ وليا فقل السماء وفر الأرض إنه كان بي أبيا وجعلني نبيا وجعلني مباركة عينما نوت وما توفيقي إلا بالله عليه ومن أرجو إليه منيب أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة لا قدرة لهم على إيصال السوء إلينا بحال من الأطواب يا أنان يا منان يا وافع الغفران اغفرنا وارعنا وتبع علينا يا تواب صموا بكم نعموا فهم لا يعقلون صموا بكم في الظلمات يجعلون أصابع في أذانهم من الصعب حبر الموت ولم ترى إن فجعوا فلا قوت وذلك جزاء الظالمين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا وما بكم من نعمة فمن الله وهم القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين ينونكم من الكفار وليجدوا فيكم ذنبه وقاتلوهم حتى لا ينون بنا ويومين يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة فضرب بينهم بصور له باب باطنه في الرحمة وطالره من ضد العذاب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد والله أعلم بأعنائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله جسيرا فلا تحسوا قلوب يومين